متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها تصريحات مختلفة الضغوط جديدة على رئيس الجمهورية قيس سعيد خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة لقيس سعيد تراجع عن تصريحاته السابقة بشأن هذا الملف فضلا وليس أمرا كانت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تدفع للجرس بجلسي لكم الفيديوهات القادمة اليوم نحكيه على الحكومة وكان سيف الدين مخلوف نحب ننطلق من تدوين شرعه وخبر نشره يقول أنه قادة انقلاب غينيا يجرون مشاورات لتشكيل الحكومة خلال أيام غينيا صار فيها انقلاب عسكري بعد 25 جويلة طبعا سيف الدين مخلوف يعتبر ما حدث في 25 جويلة هو انقلاب على الشرعية ويعتبر أن غينيا عملت الانقلاب وبدأت تتشاور مع مكونات المشهد السياسي في غينيا لتشكيل حكومة جديدة واعتبر هذه فضيحة وقال يفضيحتنا عسكر الانقلاب في غينيا يتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني ورجال الأعمال لتشكيل حكومة واحنا مزلنا في إيش نعمل بيها لحكومة نجي وتوى لتعليقه على الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية يعتبر سيف الدين مخلوف أنه يقول حرفيا أنه رئيس الجمهورية إما أنه يكذب حسب تعبير وتوصيف سيف الدين مخلوف أو أنه العصابة حسب ما يقول المحيطة به تغالد فيه وبالتالي هو غير مؤهل لقيادة البلاد حسب سيف الدين مخلوف ويعتبر أنه قيس سعيد قاعد يرمي في الاتهام جي زيفا ويقول اللي فما ناس ما كيروما سجن ويعني ما همش نضاف ولكن هما يعتبروا نضاف هون يجبد اسم يعني رئيس لجنة شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح الدكتور يوسري الذين اللي هو نائب في البرلمان نجي وتوى لأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لتقابل البارح مع رئيس الجمهورية ويعني عمده في القانون الدستوري شنو أصرح ورده على الحملة اللي صار ضده على سوشال ميديا الأستاذ أمين محفوظ يقول خطوة خطوة نحو إرساء دولة القانون والمؤسسات يقول إنه هو كان ينتظر أن يكون عرضا لستب والشتم من قبل الناس اللي سميهم بتجار الدين وأنصارهم من الانتهازيين المتجرين بالديمقراطية النائب في البرلمان المجمد على الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني ينقلب تماما على رئيس الجمهورية قيس إصعيد ويقول إن الخطر الديهم والجيثم الحقيقي والأساسي اللي هدد البلاد هو استقرارها في الفترة هذه بالذات وتدهور الوضع الاقتصادي ووضعية المالية العمومية وإنعكاس ذلك مباشرة على تردي الوضع الاجتماعي يقول العجبوني إنه قانون المالية التعديلي لسنة 2021 تأخر برشة برشة وقانون المالية لسنة 2022 وأنتم تعرفوا اللي في العادة في البرلمان ديما في شهر أكتوبر يعني نقشوا فيه قانون المالية يعني القانون التكميلي لسنة اللي قبلها وقانون المالية لسنة القادمة ويقول اللي إلى حد الآن بما أنه البرلمان مجمد وما هوش بش يرجع يختم دونك بش نعملو فيه قانون المالية ويعتبر هذا الخطر الديهم الحقيقي عام 2022 على الأبوي بالاقتصاد التونسي عاجز عنده فترة طويلة على خلق النمو والثروة الوطنية يقول إحنا اليوم بحاجة إلى مزيد من الاقتراض لمجابهة النفقات العمومية وخدمة الدين العمومي بشكل كبير قادة تكثر علينا بطريقة غير مسبوقة مع احتمال تدهور الترقيم السيدي لدرجة السي وهذا ويرد جدا على حسب تعبيره قال راهو لا معنى لأي انتقال ديمقراطي بدون ازدهار اقتصادي ورفيه اجتماعي وهذا كان من أهم أسباب فشل العشرية الأولى من الثورة اللي هي محقت نمو اقتصادي واجتماعي ورفيه لا غير ذلك إذا كان قاية ساعد بشي يواصل على نفس المنحة بش نلقاور وإحنا في تراجع كبير التيار الديمقراطي اليوم يتغير بدرجة كبيرة برشا خلينا نشوف بقية الأراء وبقية الردود الفعل أمين عام حركة الشعب زهير المغزيوي يقول رئيس الجمهورية قيس سعيد حركة الشعب هي مع أتيار الديمقراطي في الكتلة الديمقراطية كانوا من أبرز الداعمين لرئيس الجمهورية قيس سعيد الحزام السياسي لرئيس الجمهورية ولكن الحزام ترخف اليوم ومع دوش كما أقبل بدرجة أكبر أتيار الديمقراطي يعني يتخالف مع رئيس الجمهورية برشا بدرجة أقل حركة الشعب الأمين العام لحركة الشعب زواري المغزيوي يقول لرئيس الجمهورية قيس سعيد انطلق في توضيح الرؤية المستقبلي يمتعه اضطرق لمسألة النظام المؤقت للصلاة العمومية وهو مطالب اليوم بالمبادرة بتشكيل حكومة جديدة والأعلان عليها في أسرع وقت ممكن لإنهاء المرحلة الاستثنائية وعودة مؤسسة الدولة إلى عملها يقول اللي الخطوة القادمة هي أعلان يعني رئيس الحكومة أبرز ملف في نجم يخدم عليه قيس سعيد اتحاد الشغل يطالب أيضا بالتسريع في الأعلان على حكومة مصغرة في أقرب وقت ممكن ونائبة عن حركة الشعب بالبرلمان المجمد ليلى الحديد تقول اللي تصور الحركة للمرحلة المقبلة يتمثل في تنظيم مؤقت للصلاة وتنقيح القانون الانتخابي وتقديم الرزنة لانتخابي التشريعية ورئاسية أيضا سابقة لأواني هذا حسب حركة الشعب ليلة الحديد عن حركة الشعب مع تعليق العمل بالدستور ليلة الحديد تقول اللي البرلمان لن يعود إلى سالف عمله مشكيمة المبادرة اللي قدموها تقريبا يعني سبعين نائب في البرلمان الحالي في مبادرة لرئيس الجمهورية حبوه يرجع يخدم ولو بصفة مؤقتة ولكن طبعا هذا غير مقبول حتى من النواب كما شفته ليلة الحديد أصلا هي رفضة لعودة البرلمان تحت أي ظرف وتحت أي عنوان تقول اللي لا رجوع إلى الوراء ويلزمنا منتوا نفكره في مستقبل البلاد ومستقبل الحياة السياسية في تونس قالت مهم برشل تونس تعيين رئيس حكومة خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي اللي وصفته بالصعب جدا وقالت اللي هو لازمنا نعرفه شنو توجهت رئيس الجمهورية من خلال اختياره لرئيس الحكومة وتوقعت أنه يتم التشاور مع رئيس الجمهورية وقت ليتوفر إطار للنقاش حول النظام السياسي اللي قالت أنه كان سبب الأزمة اللي عاشته تونس على امتداد السنوات الماضية بش يقبل رئيس الجمهورية يقعد مع كل الأطراف ويتنقش معهم على البرلمان والقانون الانتخابي ونظام السياسي أم لي كذلك رئيس الحكومة اليوم فمت تضييقات كبيرة كبيرة جدا وقيس سعيد بدي يخسر في الوقت ويخسر حتى في الناس الدعمين ليه الأطراف السياسية اللي معاه اللي موافقته على قرارات 25 جويلية واللي لقى دعم كبير وهذا اللي يخليه فافوري على حركة النهضة وعلى رجل غانوشي يعني مهما عملوا حتى لو يستقويوا بالخارج لأنه مدام عنده الشعب معاه والمختلف مكونات يعني الطبقة السياسية طبعا باستثناء البعض اتلاف الكرامة وحركة النهضة فإنه ما يخافش اليوم فما يعني بطء كبير كبير جدا الشي اللي يقلق اتحاد الشغل قلق تيارة ديمقراطية قلق حركة الشعب قلق برشة يعني أحزاب أخرى منظمات مستقلين نواف البرلمان الشي اللي اليوم تضييق للخناق على رئيس الجمهورية اللي المفروض أنه يقدم حلول ورئيس حكومة في أقرب وقت ممكن لأنه شهرين توا دخلين على شهرين كاملين معانيش حكومة معانيش برلمان وهذا يمس حتى من صورة تونس لأنه ما فيه مش دولة في العالم ما فيهش حكومة وما فيهش برلمان أنه البرلمان هذا أصبح غير صالح يمشي على روحه ونعملوا انتخابات أخرى سابقة لآوانها نشوفوه لها صرفة في الدستور بيش نعملوا الانتخابة هذية ويعاود يرجع عامل البرلمان إذا كان بيش نعادلوا انتخابة غيره المهم نوضحه وننطلقه ونشره في التنقيحات واتخاذ القرارات اللي يزمى لتوضيح الرؤية ورفع الضبابية على المشهد السياسي